أول قمة عقدت في القاهرة في عام 2014 وكان الكلام المعلن أنه هذا التجمع أو التكتل هدفه احترام القانون الدولي وكمان القضية الفلسطينية ده أول اجتماع كان في القاهرة لما الرئيس السيسي دعا كل من زعماء قبر سلنان إلى زيارة القاهرة الاجتماع الثاني كان في أبريل 2015 في قبرص وكان بيتكلم على ترسيم أو تعيين الحدود البحرية في المياه الإقليمية وتنشيط السياحة وموجه الإرهاب الاجتماع الثالث كان في ديسمبر 2015 يعني في 15 كان في اجتماعين واحد في أبريل واحد في ديسمبر ده كان في اليونان نقش ترسيم الحدود الدولية والتعاون الثلاثي وليس موجها ضد أحد في أكتوبر 2018 في القاهرة مرة أخرى التعاون الاقتصادي والاستقرار والسلم علاج أزمة المهاجرين وحماية البيئة أنا بقول لكم العنوين الرئيسية للاجتماعات أكتوبر 2018 في اليونان إشادة بدور مصر في استقبال واستقرار الشرق الأوسط وإنشاء منتدى غاز المتوسط ومقر القاهرة أبليه كان فيه أكتوبر 2017 في نيقوسية تحديات توجهها الدول السلاسة في البحر المتوسط توقيع تفاقيات التعاون المشترك أكتوبر 2019 في القاهرة مرة ثلاثة يبقى الاجتماعات في مصر من تسع اجتماعات في مصر ثلاث مرات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ومنخشة الوضع في ليبيا تأييد التسوية السياسية للأزمة ده في أكتوبر 2019 أكتوبر 2020 من سنة الفاتد في قبرص التزام بالقانون الدولي في تقاسم ثروات شرق المتوسط مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف أكتوبر 2021 النهار ده في اليونان يبقى احنا رحلة اللقاءات الخاصة بالتجمع تجمع شرق المتوسط بدأت في القاهرة في 2014 شهر أبريل والنهار ده في شهر أكتوبر 2021 سبع سنوات من اللقاءات المتواصلة كل لقاء كان بيخرج منه مخرجات بتعود بالنفع على الدول الثلاثة النهار ده متابعة المشروعات الجارية تنفيذها وتصدي لتحديات شرق المتوسط والبحر المتوسط وما به من خيرات للدول الثلاثة